طيب بمناسبة الكلام ده برضو عايز انتقل لملف تاني وهو ملف متعلق بأزمة حسين الشحاية ومحمد الشيبي في لجنة الانضباط آخر المعلومات الواردة من الصحف والمواقع في الساعات الأخيرة أنه في جلسة بكرة في اتحاد القرى وحسب معلوماتي أن دي جلسة التالتة اللي تم استدعاء فيها محمد الشيبي لعب بيراميدز وفي الجلسة تاني اللي فاته كان دايما بيحصل يعني عدم تحديد معاد مناسب نتيجة اللعب مرتبط بمبرامع بيراميدز وده أمر غريب ممكن يعني نسأل فيه مقرر لجنة الانضباط لأنه أكيد فيه مقرر للجنة لازم لما بيوجه دعوة للعب لحضور التحية طبقا لرأي المستشارين الأجلاء اللي موجودين فيه لجنة الانضباط أكيد بيبقى عارف على أقل يعني أكيد فيه دوي شغال فلازم يراعي فكرة أنه فيه مباريات رسمية ولكن جلسة واعتذر التانية واعتذر بكرة الجلسة التالتة فيه كلام بتقال لو الجلسة التالتة مجاش هيطلع قرار أنا مش هاسبع الأحداث ولكن الناس اللي عملة تتكلم على فكرة أن النادي الآية لازم يروح للاتحاد الدولي فيه خطوات قانونية لازم الناس تعرفها في الملفات اللي زي دي أولا عشان تخرج بملف زي ده خارج حدود القرى المصرية لازم تستوفي كل إجراءات التقاضي بمعنى عندك لجنة مسابقات خدت قرار عندك لجنة انضباط عندك لجنة استيناف اللي هي ما بينقصين بيقوله على لجنة التظلمات بعد ما تستوفي كل هذه الإجراءات تقدر تروح لو القرار ما عجبكش للمحكمة الرياضية للمحكمة الرياضية لو روحت للمحكمة الرياضية أو للاتحاد الدولي من دلوقتي يعيقولك احنا ليس جهة اختصاص ولسه الملف بيناقش داخليا هاتلي قرار انت طاين عليه ونقشه فبالتالي انت لسه ما عندكش قرار لسه ما عندكش قرار وارد في خطوة واحدة بس انك تلجأ خارجيا في حالة واحدة لو الامر تطور لفترة طويلة دون اتخاذ اي اجراء ودون دعوة اللاعب لاجراء اي تحييق ان هناك بتطعن على الاجراء السلبي او بتطعن على القرار السلبي ايه هو القرار السلبي ان الجهة المختصة بتسوف في القضية او بتاخد امد طويل في القضية او مفيش اي اجراء تم اتخاذه وبالتالي هنا ده بيسموه الاجراء السلبي او القرار السلبي فانت ممكن تطعن على ده لكن فكرة انك تروح للاتحاد الدولي او المحكمة الراضية ده شأني لسه سابق لقوانه لغاية لما نشوف الملف ده هينوقش فيه ازاي ولكن بفكر الناس تاني هذه القضية شهدت قضية زيها بالزبط في اسبانيا وكان بطل هذه القضية فالفيردي لاعب ريال مدريد وانا فاكر وقتها دفاع ريال مدريد قال وقتها لا يجوز ان يعاقب اللاعب على وقع مرتين وقع داخل الاختصاص الرياضي ووقع خارج الاختصاص الرياضي وانا فاكر وقتها هذه القضية تم حفظها وما تاخدش فيها قرار فانا مش عارب بس يتمنى الموضوع ما يطولش اكتر من كده يتم فيه اتخاذ اجراء وقرار لان الامور واضحة جدا ليحة النظام الاساسي للفيفا واضحة ليحة الاتحاد المصر هي جزء من ليحة الفيفا واضحة جدا والحاجة الثالثة بما ان نادي بيرامدز كان اصدر بيان فيما معناه انه مع اللاعب بس نادي بيرامدز ماضي اقرار ماضي اقرار انه ملتزم بكافة اللوايح وقدم شهادة الرخصة للاتحاد الافريق والاتحاد المصري انه عليه ان يلتزم بلوايح الاتحاد المصري ولوايح الاتحاد الدولي ولائحة الترخيص في الاتحاد الافريقي بتقول من يخالف هذه اللوايح بيتم يعني احالته الى لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي فالملف ده فيه حاجات كثيرة اما لجنة الانضباط في الاتحاد المصري اما الاتحاد الدولي المحكمة الرياضية لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي ملف الترخيص ده ملفه مهم جدا لو اي نادي خلفه في اي اجراء من اجراءاته لان اللاعب ده بيتبع للنادي والنادي سبق انه اصدر بيان وحدد موقفه الرسمي لها إجراءات قانونية في الفترة اللي جاية أنا مش هدخل في صلب الموضوع والأضيح لكلمة فيها كتير قبل كده ولكن الناس بتتكلم كتير فكان مهم جدا نقول للناس واحدة واحدة الملفات اللي زي دي بتاخد وقت والمهم وانت داخل فاضية زي دي تدرسها بشكل قانوني وما تاخدش إجراء استباقي يتم رفضه فبالتالي موقفه القانوني يبقى ضعيف ملفات اللي زي دي عايزة دراسة قانونية شديدة جدا وبدقة كبيرة جدا خلال الفترة اللي جاي